عبداليكم مشاهدينا وفي موضوع اللايت التالي اليوم هو موضوع شائك وشائع وكان بزاف معلومات خاطئة عليه على هذا نستقبل وضيفنا دكتور تيجاني مرحبا بك وعرف بنفسك الله يسلم لكم ورحبا بكم ثاني تيجاني محمد العيد دكتور في الطب العام ومختص في الجراحة العامة الجراحة بالأورام والجراحة بالمنظار الله يبارك الله يبارك فيك لو كنت قدرت تحكي لنا واشنه واشنها المرارة واشنها الحزرات على المرارة لنعرفوها هكذا عامة المرارة هي بوش ولا تجويف يجي أسفل الكبد يتعمر بالسائل الصفراوي ولا لابيل اللي رأي السيكرتي ولا تخدم الكبد ولا لفوة هذا يستعمل في الهضم خاصة للأسيد اللي يظلموا اللي رأنا نكلوهم تعاون في الهضم لكالكيل ولا الحجر المرارة كيفاش يتشكلوا كنقولوا كالكيل بليار ولا الحجر المرارة يتبادر إلى ذهن الكوليستيرول ديريكت صح علاش بسكو 80% من الحجر يتشكل من الكوليستيرول و20% أخر تكون مقرونة بليسيل بليار ولا أمراض واحدين أخرى اللي سانسيال كالكيل بليار ولا الحجر المرارة ديريكت الكوليستيرول 80% صح علاش رأنا نادروا عليها المرارة هذه بسكو رأي هي مشكل في الصحة العمومية في العالم كامل تشكل 15% من جميع المرضى في العالم كامل أقل من 60 سنة و30% أكثر من 60 سنة داكور دوكا كحكينا عن كوليستيرول بشر وحبي اختصار كوليستيرول واش معنتها معنتها السمنة معنتها لما فهموكم مشاهدينا لازم تأكلوا أكل صحي لازم تبدأوا الماكلة بشلاضة لازم تأكلوا خبز الشعير إلى آخره إلى آخره بي بتاع السكر لا غير بصح دوكا بالنسبة للأسباب احنا دوكا احضرنا أبيبري على الأسباب بصفة عامة بصح احنا وشن المشكل الرئيسي كي تكون هنا حجرة في المرارة الحجرة على المرارة هذه واش تقدر تديرنا من بعد علش نخافوها وعلش المرضى يشكو منها شوف كي نقول حجرة في المرارة عادة يكون حجرة يكون نومبر معنا بزيادة وتقدر تكون لطايا انتاحها مختلفة حجرة صغيرة ولا يكون شغل الرمد ولا شغل التراب ولا يكون حجرة كبار شوية أكثر من 2 سنتيمتر المشكلة احنا يا كي تكون الانقباضات هذيك اللي تسرع بها يخرج السائل الصفراوي من المرارة ويروح للعفج ولا الديو دينوم بها يدير الهضم تعالى الأكل اللي راناكليناه ثم كي تسرع الانقباضة هذيك يقدر كين واحد الحجر يخرج اذا خرج يقدر يدير لك سواء ميكروب في القناة تاعة السائل الصفراوي برانسيبال ثم يدير لك لونجيوكوليت ولا يهبط لدحت البنكرياس يدير لك الانتهاب بتاع البنكرياس ولا هو البونكرياتيت ولا يقفل لك القناة اللي تهبط في السائل الصفراوي من المرارة يدير لك لكوليسيستيت ولا الانتهاب بتاع المرارة ليقدر حتى المرارة تصرفيها ثقب ويدير لك من بعدها بريطونيت جنراليزي مرارة تصرفيها ثقب مرارة تصرفيها ثقب صح بصحة للناس قاكر شم توجع كيف نعرفه وراه الوجاع تاعة المرارة أو تاعة حجعته شوف الوجاع تاعة المرارة هو أسفل القفص الصدري يكون في الجهة هرية تاعة الكبد ويطلع للوحة الكتف ولا يطلع إلى الظهر إلى أسفله حتى أعلن تاعه ويكون غير عادة مقرون مع اللوفوميسما ولا القي في الجهة اليسرى يخرج من الإستومة هذه الحالة تاعة المرارة العادية معناها لحجار تاعة المرارة لا لا استر استر وين يكون في اليمنى أو لليسرى يكون في اليمنى في اليمنى ويطلع للكتف معا يكون مقرونا عادة بالقي صح وإذا كان زاد معاها الحمى ولا سرتو خاصة الإصفرار تاعة العينين ولا يسموه الجونيس هذاك ثم ما كان ندخلنا في مرحلة تاعة المضاعفات وليكومبليكاسي وثلاثة تاعة البنكرياس البونكرياتيت وهذا استعجال أو لا 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 هذا ثلاثة هذا استعجال بالصحة استعجال جراحي ولا دوائي هذاك طبيب الجراح يشوف تدوس ينتاع المريض وبعد ما يدير له الكشف الكلينيكي معناها يدير له الفحص الفحص الطبي ويزيد له الإشعاعات ويزيد له التحليل ينتاع ويشوف الالتهاب هذا طالع ولا لا لا من بعده يقرر لحالة هذيك تدوى بالانتيبيوتيك ومضادات الحيوية ومن بعده يدير العملية ولا إذا كان كما هدرنا حتى انثقب المرارة ولا الآخر ثمك العملية تكون أمبراتيف ولا لازم الجراع عملية إلزامية مستعدل ويشدو في صبيطار صح بالصح وليما شدوش في صبيطار كيف 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 سمح لي نحاول نقل الانشغال على المواطنين يقول لك هنروح لصبيطار عندي مرمض نيستر وما حبوش يداوني داروا فيها سكارة لو كانت قدر تفهمهم علاش جينار لم يديرهم مش العملية بالخف وورهن مشكلة لأنه شوف كين حالات قبل تاع الكونسير والحالات الاستعجالية دايما نصبقوا بها الحالات اللي رأي مايش استعجالية هذه لولا ثاني حاجة الإنسان كيكون عنده المرارة كينة بريباراسيون لازم له ثاني يمشي ولازم يبعد الحوائج اللي يدير كما قلنا اللي كالكيلو اللي يدير الكوليسيرون سمحت يريح ونصبقوا بالاستعجال بالكونسير والجماعة والاستعجالات على المرارة ثانية يصبقوا بها ونبعد يديروا برنامج لأنه كما قلنا النوم برتاح رو طالع 15 بالمئة 60 30 بالمئة أكثر من 60 بارك الله فيك دوكا الجراحة وش فيها الجراحة عادة الجراحة تدار بالمنظر وهي عملية تدوم من 30 دقيقة حتى 2 ساعة وعملية إن شاء الله خفيفة وما فيها مضاعفات كبيرة لكن كين حالات وين يستلزم أنها من العملية تدار بالمنظر تروح للعملية كلاسيكية أول حاجة كين حوائج الإنسان شغل لك يكون نص در نتاعه ولا كين مضاعفات ما تقدرش تدير العملية بالمنظر هذهك حاجة وكين حاجة واحدة أخرى كتكون المرارة ملتحبة بزايد ولا مثقوبة ولا العملية خطيرة بالمنظر ثمك الجراح يضطر أنها يدير العملية كلاسيكية يعني يفتحوا يفتحوا بالا كلاسيكيا هذه صح ذوكا كيف نديروا إحنايا بش نديروا الوقاية من الأمراض تعل المرارة وأسكو كين أمراض واحدة أخرين في المرارة مع عدال حجر لنا مصباحنا نهضو عليها قلنا الوقاية لازم رجيم أليمونتير أو أكثر حاجة ما فيهش لزاسية الذقراء ولا للدهون يكون خالي من الدهون عربية عربية لازم يكون خالي من الدهون الرجيم هذا ولبعض إذا خسرنا الحويج اللي فيها الزيت المقلي للحمل الأحمر خسرنا واللي يكون عنده سمنة لازم ينقص من السمنة نتعوه كين أدوية أخرى مثلا كما لزيستروجان ولا موانع الحمل اللي راهي تتكون من الإستروجان هذه ثاني تعاون ولا تشكل للحبيبات على الكوليسترول في المرارة هذه ثاني حاجة مش معنى تهم ممنوعين مش معنى تهم ممنوعين لكن النسان يخوذ حذره يديرها يبعد يزيد يبعد دهون ويتمشى شوية مش يقعد نهار كامل قاعد ومع هذا يزيد يدله للحجار جئنا العمليات العمليات على المرارة هدرنا عليها كين عمليات أخرين بريفونتيف كين شغل المرارة هذه كالي تكون فيها شغل ديبوليب ولا نتو ولا شغل ثلال في المرارة هذيك معنى المرارة ما فيهاش الحجار معنى الليسان بش ما ما يسغربش يقوله جراح ما عندكش المرارة بسع عندك نتوآت ولا ثلال لازم لك العملية هذيك لازم تتنحى بس كوا فيها مشاكل وحدين أخرين وكين عدة أمراض أخرى تصيب المرارة كأي هو جهاز صحيح ما باش ما ندخلوش احنا في التفصيل نفهم مهم بك بل كين حالات وين تكون زع ما دا ما تحش بالسطر تعال الحجار تعال مرارة عادة ويقول لك تبيب دير عملية نتجيك غاليبا شوية كيف هانا نلبس بي قولي دير عملية وانا ما عنديش الحجر نو هذي الله غالب تما كين بزاف أسباب بما قدوش نشرح هون فاعد تلفاز بس كين بزاف بس كين بزاف بس كين بزاف نهضر على فترة الاستشفاء بعد العملية كيفاش تكون اذا كانت سواء العملية بالسيليوسكوبي ولا كلاسيكية عندك شوفي اذا كانت العملية بالسيليوسكوبي عادة ان الانسان ما كان في بعض المركز الاستشفائية يدير العملية صباح العشية يخرج يعطو له يحافظ على يحافظ على الرجيم الغذائي انتاعه والمشي اباها ما يعطوه بش روحه وان شاء الله يعاو يدير جع للحياة العادية ويقعد نهار ولا نهارين في المستشفى اذا كانت الحالة انتاعه بدون مضاعفات اذا ما كانت مضاعفات ويكمل الدوات على الانتبيوتيك لكن اللي يدير العملية كلاسيكية الفرغ من بينها وبين المنظر انه لازم يبعد عن الاترابو فرسي ولا يبعد عن الاكتيال السبور ولا حوائج شلعفايس الضقال ولا النشاطات ايش هاد ايش ما يدير الناشر كما هدرنا في الحصة الفائتة الفونتراسيون هو لا يديرنا البعش هذا كيزيد خرج والسؤال